خلينا نقول في البداية النهاردة كان يوم عامر جدا بالشغل الاهلي بيجهز الفريق للسفر الفريق كان عنده تدريب انتوا عارفين انه الفريق نقل تدريباته لملاعب الاهلي في مدينة نصر لي اجراء بعض الاصلاحات السريعة في ملعب التيتش ان شاء الله اتمرن الفريق في مدينة نصر الكابت محمود الخطيب كان عنده جولة مهمة بدأها بالشيخ زايد للاطمئنان على المنشآت وصيرها ثم في مدينة نصر ما بين حضور تدريب الفريق والشد من ازر اللاعبين قبل السفر الى الاجتماع مع الادارة الهندسية والاطمئنان على مجريات العمل في منشآت النادي وتطويراته ثم الاجتماع مع قطاع الناشئين للوقوف على حالة العمل هناك هو مجريات ولا مجريات انت عزيز دكتور محمد شايد ايوه طيب ده الكلام المهم فيه التجهيز قبل السفر زي ما قلتها لحضراتكم بس مدينة المهندس عدل الرجل يعني منحس دايما لشيخ زايد وبيحب يصلي دايما في النادي فالنادي الاهلي انشاءات النادي في الشيخ زايد من ضمن الانشاءات الكتيرة اللي بتتعمل مسجد النادي في الشيخ زايد فكانت بعض الناس عندها رغبة انها تتبرع لاتمام انشاء المسجد المسجد في اي منشاء رياضية له طبيعة خاصة لانه انما يعمر مساجد الله فاعمار المساجد جزء كتير منها الناس بتحب تساهم فيها نزولا على هذه الرغبة رحب مجلس الادارة في اطار برضو عائلة الاهلي واطار هذه الروح الطيبة في التعامل مع اعمار بيوت الله دون عن اي منشاء تانية كان فيه رغبة كبيرة عند اعضاء مجلس الادارة فيه قطاع النشئين الاكاديمية الفريق الاول النشاط الرياضي وحتى اعضاء النادي العاملين اللي بيرغب فيهم في التبرع نزولا على هذه الرغبة الدينية الطيبة الروحانية الادارة المالية في النادي سواء في كل المقرات بتتلقى هذه التبرعات من اجل اتمام مسجد الاهلي في الشيخ زادة عشان المهندس عاد ليصلي القيام ان شاء الله فيه ان شاء الله الحقيقة هو ساعات الناس تأخدوا الامور في خارج سياقها هو النادي اللي قال لي مش هادر ابن جامع فوص المئات الملايين اللي عمال ابنيه ولكن عندما تكون الرغبة ما تدونه فرصة عشان عايزين وعلى فكرة الجميل يجي في الامر من كده ان بعد فرق في النشاط الرياضي بعض العاملين فالنادي اللي قال لي قال لك تم نظامها عشان ما تبقاش اجتهدات فردية اللي عايز نحط له الموضوع بسيط جدا والله الموضوع يعني حتى مش محتاج ان احنا يعني الناس مندفعة لهذا الامر الطيب والتداخل على رمضان والناس كلها مندفعة تعمل يعني شيء طيب يعني الصدق الجارية دي فما بالك لما تكون في جامع ولا كل وعد يصلي يدعي لك يعني امر محمود يعني انا شايف انه شيء جميل انه يتاح الفرصة للأعضاء والعاملين انه ما يعني ياخدوا هذا والرياضيين ده كلام مهم جدا لانه ده كمان لمجلس الادارة وللأعضاء وللرياضيين ولللعبين والقطاع النشئين والأكاديمية وكل القطاعات الرياضية في النادي ده ما يكون من خلال الادارة المالية في النادي